بلاستيك باكستور سيعرض في قلب ساحة تايم سكوير وسيفتح أبوابه للجنهور يوم الخميس بهدف زيادة الوعي البيئي بالتزامن مع حظر ولاية نيويورك استخدام الأكياس البلاستيكية وقالت الفنان روبين فروهورت التي ابتكرت هذا العمل الفني إن ذا بلاستيك باكستور يطرح أفكارا فكاهية وساخرة بخصوص المنتجات اليومية مما يسلط الضوء على كام النفايات التي نستخدمها والمشاكل البيئية ذات الصلاة وأضفت فروهورت أن هناك استهلاكا مفرطا يوميا للأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في نيويورك وفي كل أنحاء العالم لكن هذه الكميات الضخمة من الأكياس ينتهي بها الحال في المحيطات وتلوث البيئة وهي مشكلة حقيقية ويدخل حضر الأكياس البلاستيكية بمختلف أشكالها في ولاية نيويورك بأسرها يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وتقول إدارة حماية البيئة في الولاية إن نيويورك تستهلك أكثر من 23 مليار كيس بلاستيكي سنويا ويهدف الحضر إلى منع الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من سد مكبات النفايات وتشويه المنظر العام في الحضائق والممرات المائية وكان من المفترض أن يبدأ في أول مارس أذار لكن تأجل القرار بسبب جائحة كورونا وسيستمر عرض العمل الفني The Plastic Backstore لمدة ثلاثة أسابيع حيث ينكر للزوار دخول المتجر في مجنوعات صغيرة في جولة مدتها ساعة خالد حسين رويترز خالد حسين رويترز رويترز ترجمة نانسي قنقر